السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكل متابعيني معكم لنا الحجيري طبعا احلى والاز كيك ممكن تتعمل في الشتاء هي كيك البرتقان هنعملها النهاردة بخطوات بسيطة جدا وبمكونات قليلة كل مكوناتها ان شاء الله هتكون متوفرة وموجودة عندنا في البيت الكيك ناجح من اول مرة يعني لو اول مرة تدخلوا المطبخ وحابين تجربوا الكيك ادمر لكم انها هتنجح معكم شايفينها الدئيس فنجية ولونها التحفة شايفينها هشة ازاي فعلا قطنية الكيك بتاعتنا النهاردة ببيضة واحدة وكيك عائلي يعني كمان تكفي اسرة كاملة وحنعملها بالخلاط يلا بنا نبدأ ونشوف مع بعض المقادير بسم الله اول حاجة عندي عدد واحد من البيت وعندي نص كباية من الزيت كباية من السكر كباية من العصير البرتقان الفرش يعني بورتقانتين عصرتهم كويس جدا ودربتهم في الخلاط وعندي كمان بكت من الفانيليا بنكهة البرتقان دربت كل المكونات اللي احنا شفناها مع بعض في الخلاط طبعا ضربه مبرح بعد كده هنزل بيهم داخل بولة كبيرة وحبدأ اضيف المكونات الجفة كبايتين من الدقيق الدقيق سبق ونخلته وعندي باكت من البيكنج بودر هضيفه عليه باكت كامل او معلقة كبيرة من البيكنج بودر ورشة من الملح وحبدأ اقلب انا دايما بضيف الملح على الدقيق علشان منسهوش هشتغل هنا التقليب بالمضرب السلك اليدوي او باي معلقة عندنا هنبدأ نقلب لحد كل الخليط ما يمتزج ويبقى بالشكل ده طبعا بابقى مجهزة الفرن قبل ما ابدأ في تحضير خليط الكيك بابقى مولع الفرن عشان تبقى سخنة القالب مسحته مسحة من السمنة او الزيت وعفرته تعفيرة من الدي نزلت بالخليط ودخلته على الشبكة الراف الوسطاني فتحتش عليها بعد مرور نص ساعة لقيتها بسم الله ما شاء الله عملت لها التست بتاع التوسبيكسا او العود الخشبي خرج نضيف كده خلاص طبعا هي استوت طفيت عليها وسبتها لما بردت تماما اقطحها وخرج منها القطع زي ما احنا شايفين عالية وهشة جدا اسفنجية نعمة جدا جدا في الاكل بالدوبدوب وكمان اللون الطحفة ده يا جماعة انا بصراحة اتفاجئت ببكت الفانيليا اللي هو بنكت البرتقان دخله لون يعني مش نكت الفانيليا بس بالبرتقان لا فيه دخله لون فاللون اللي في البكت بتاع الفانيليا هو اللي ساد على اللون الاصفر اللي احنا شايفينه طبعا مع البرتقان الفريش اكيد بالنسبة لعصير البرتقان انا ما صفتهوش ودربته في الخلاط البرتقانة زي ما هي وزي ما هي بالتفل بتاعها اللي احنا بنصفيه لما بنيجي نقدم العصير لا انا دفتها داخل خليط الكيك طبعا قدت الطعم اعلى طعم نكهة البرتقان كانت عالية جدا جربوها وان شاء الله تنجح معاكم صحتين وهنا على قلوبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر